أهلا بحضراتكم مرة تانية نبدأ أول ملف عندنا النهاردة في المحترف ملف مهم جدا جدا نتكلم عن الكرة الألمانية وبالأخص عن باير من حضراتكم عارفين طبعا الباير مكتسح طبعا الدور الألماني خلال السبع سنين اللي فاتوا لكن فيه قضية مهمة جدا قضية 50 plus 1 قضية مهمة جدا حنقشها مع واحد عاش في ألمانيا وعارف العقلية الألمانية وهو طبعا محللنا المتميز محمد الباز مسائل خير عليك محمد مسائل خير كابتن هاني أخبارك تمام الحمد لله الحمد لله الحمد لله محمد انت عاشت في ألمانيا فترة كبيرة جدا وخلينا نتكلم قبل ما نتكلم خاصة على باير ميونيخ وموسم مشتعل بالنسبة للانتقالات بالنسبة للباير مش متعودين عليه لكن خلينا نتكلم على يمكن بعض الناس وعلى رأسهم أوليفا كان أوليفا كان طبعا أسطورة الباير ميونيخ وحارس المرمى العملاق تلع في السوشيال ميديا وبتكلم عن موضوع 50 بلاس وان بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة لمستقبل الأندية الألمانية اتكلم على شيء مهم جدا قالك علشان ننافس الدوري الإنجليزي والنافس الدوريات القبرى لازم نستغنى عن موضوع 50 بلاس وان 50 بلاس وان يا جماعة هو عملية بيع الأندية أو استحواز المستثمرين على الأندية في ألمانيا يمكن اللي كتبه أوليفا كان بيقول لك علينا أن نفكر يعني مدى فائدة قاعدة 50 بلاس وان على الكرة الألمانية يمكننا أن نفترض أن المنافسة ستصبح أقوى عند الغاءة هذه القاعدة كل مرشح في هذه القاعدة يصنف على أنه الشخص الشرير الغاءة هذه القاعدة ليس من أجل إيجاد يعني منافسة ولكن البقاء على البيرن في القمة هذا لن يتحقق بدون دوري عالي الجودة لا نريد أن نسمع من إنجلترا أن البونتزليجا هي دوري مزارعين أو دوري تدريب اللاعبين دي تويتا قوية جدا من واحد من أساطير القرى الألمانية بيتكلم عن مستقبل الأندية الألمانية ومستوى الدوري الألماني صحيح أولا رأيك إيه في الكلام اللي قاله أوليفا كان وتربطه بإيه بما يقوم به البيرن من صفقات يعني كتيرة جدا جدا بممالغ كبيرة جدا ما كناش متعودين أن باير ميونيخ يقوم بهذه التدعمات صحيح هو باير ميونيخ في الوقت الحالي أعلن الحرب على قاعدة 50 بلاس ون الكاعدة زي ما حضرتك شرحت بالزبط هو يعني تمكين المستثمرين أنهم يتملكوا أكتر من 50% من النادي أو يتملكه كان الطبيعي أن النادي يمتلك 51% والمستثمر 49 بالزبط فبالتالي هو في منافسة شرسة جدا مع الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الإيطالي أو الدوريات الأوروبية بشكل عام الحرب اشتغلت خصوصا بعد الكورونا الحرب اشتغلت على قاعدة أو نموذج 50 بلاس ون والضرائب موضوع ضرائب المعقد دائما في ألمانيا طبعا المستثمرين مش بس أوليفر كان كل الأساطير القديمة ورؤساء باير ميونيخ القدامة حتى دخل في الصورة بروسيا دورتمونت وكل الأساطير والمديرين وكل ما له علاقة بكرة القدم وصناعة كرة القدم في ألمانيا بيحربوا بكل جدية يعني بدوا يتوحدوا مع بعض يعني على الرغم كابتناني أنهم أصلا هم اللي وضعوا القاعدة دي في السابق في الماضي دلوقتي بيحربوها ولكن عندهم حق دايما فيه منافسة شارسة فيه مستجدات مستجدات فلازم يحصل نواكب التغيرات اللي بتحصل في العالم السرعة اللي بتحصل من ناحية الماركتنج من ناحية حاجات كتيرة جدا أنت عندك لعبة كبيرة جدا نفسها تيجي البونتسليجة أو البونتسليجة نفسها يستقطب لعبة كبيرة بأسماء كبيرة من باب طبعا تدعيم الماركتنج والميديا وحاجات كتيرة جدا بتضيف مبالغ مالية للبونتسليجة بشكل عام وبتزيد من قوة ومنافسة البونتسليجة مع الدوريات الكبيرة يعني شايفين دلوقتي كلام على أن كريستانو رونالدو يروح باير ميونيخ طبعا القاعدة نفسها 50 بلاس ون والمرتب الكبير اللي بتدفع لكريستانو رونالدو معينه حيكون دافع قوي جدا للبونتسليجة رحيل روبرت لفندوسكي أو رحيل طبعا هالند عن البونتسليجة طبعا هيأثر بشكل كبير على قوة البونتسليجة وكمان خلي بالك هم عملوا القاعدة ديت برضا عشان الناس تفهم فيه تخوف كان فيه تخوف من المستثمرين لأنه يستحوزوا على يعني أكتر من 51% من الأندية من سياسات المستثمرين يعني أنت دايما عندك الشعب الألماني متحفز إلى حد كبير ملتزم جدا بالقوانين بيخاف جدا من عملية أن يجي مستثمر ويستولى على نادي ومن خلال سياسته ممكن ما تمشيش مع الألمان ما تمشيش مع سياسة الألمان يعني فده كان الهدف الأساسي في طبعا 50 plus 20 صحيح وكنا دايما نسمع عن سخرية الألمان من امتلاك بعض العرب أو بعض المستثمرين الكبار للأنديية الإنجليزية أو الأندية الفرنسية ودايما نقرينا في الصحف الألمانية يعني شيء كبير من السخرية دلوقتي لأ احنا عايزين خلاص لأن تم الهجوم من الناحية الأخرى يعني الإنجليز أو الدوريات في العالم كلها شافت أن البوندس ليجا هي دوري المزارعين أو دوري الفلاحين اللي هو دوري يعني تقدر تقول أنه هو مش واخد السيت الأكبر على الرغم كابتنان هو بيورد لعيبة كبار جدا للدوري الإنجليزي والدوريات التبر احنا لو نبص في التاريخ ونشوف معظم اللعيبة على مستوى أوروبا الستارز اللي هم التوب يعني بلييرز في العالم كل دولات طلعين من الدوري الألماني يعني حتى مانين نفسه لما يراح ليفربول على مستوى المدربين يعني خرج يوروب دروب خرج طوخل بروسيا دورتموند كلها في الدوري الإنجليزي